على بلدنا اللي احنا بنبنيها بتكلم على اللي احنا بنعمله في بلدنا احنا عندنا صعوبات وتحديات رهيبة بقولناش تاني رغم كل كده الشعب المصري متحمل تحدياته متحمل الصعاب متحمل مشاكله شعب المصري متحمل عشان بلده ما هو شعب بلده حصل فيها خراف في 2011 دفعت ثمن في 2011 وما زال بيدفعه اما تيجي النهاردة تيجي تقول لي شعب المصري ايو شعب المصري والله يدفع ثمن غالي وعشر سنين عمليات ارهابية عشر سنين متصلة ارهاب 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 الحمد لله ضمارنا الارهاب واللي وراء الارهابيين قطعنا رؤوس الارهاب بالكامل 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 بالمناسب معناπου كل ما يعني والحمد لله واحنا بنعمل النهاردة تتحرك في كل شبر على الارض مصر احنا شمال سيناء النهاردة بنعمل فيها تنمية لم لم تسبق على مدار تاريخ سيناء هذه التنمية اللي بتعمل النهاردة لما أحد رجالة مصر السائق اللي هو تكلم سمير تقريباً من الغربية بقول لك أنا اللي عارف مصر في إيه عشان رجل عاشي حينة بيجوب مصر بقول لك الطرق دي وفرت لإيه ادى لك مسأل واحد نفق الشهيدة أحمد حمدي والأنفاق اللي اتعملت دلوقتي تحية مصر قال لو كنت بععد 3-4 ساعات بععد أو 3-4 ايام أو 4 ايام مستني عدي من الشرق أو من الغرب بين أو إيه 4 ايام مستني 3 ايام مستني النهاردة خمس زائي كونيا شرق يا غرب وهو ده جزء حضرتك لما تعرف الحكاية تعرف البلد دي لما عملت عشان إيه عشان بكرة وعشان بعد بكرة كمان لما عملنا النهاردة ربطنا البلد كلها كل مصر النهاردة بقت كده هو ده ايه ده معناه ان انت تقضي نهاردة النهاردة تروح اي مكان في اي وقت عندكش اي مشكلة ما هو ده خلي بال حضراتكم ده مسألة مش بسيطة انك تنزل في اي وقت تروح اي مكان عندك بدل الطريق عشر طرق ما ده كمان شغل مهم الله والبلد النهاردة يبقى عندك مواصلات كويسة يبقى عندك مواصلات نظيفة لما يبقى عندك حاجة تريق بالشعب المصري هو ده ايه وده معنى ايه وده لما يتعامل ما هو ده كله يتعامل للناس يبقى يتعامل للمصر يتعامل للشعب المصري طبعا مع كل اللي حاصل حواليك النهاردة ده السودان النهاردة عملين يتدبحوا في بعض السودان النهاردة ميليشيات الدعم السريع عاملين مسبحة في أكتر 200 واحد ماتوا أتلوهم ضربوه بالنار زي بتاع داعش بعد شو يوره لكم والله دواعش بالزبط بتقول حمياتي دول مسكوا السلاح والناس على الأرض صفوهم داعش داعش بيرتكب عمليات في السودان ضد الشعب السوداني بتكلمك على بلد جنبنا شقيقة كنا مع بعض في وقت من الأوقات مصر والسودان كنا مع بعض وقت واحد شوف النهاردة حمياتي بيعملها في الشعب السوداني بيدبح في الناس عشان مش وقفين معاه تبو تخيل؟ لم يبقوا فيه ميليشيات بيحصل إيه للناس؟ الآمنين الآمنين بتكلمكش على جيش بتكلمك على الناس المدنيين